اشتركوا في القناة لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب لليم وفي موسى ارسلناه الى فرعون بسلطان مبين فتولى بغكنه وقال ساحر او مجنون فاخرناه وجنوده فنبرناهم في اليم وهو مليء وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كرميم وفي ثمود اذ قيل لهم تمتعوا حتى عين فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقة وهم ينغرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيذ وإنا لموسعون والأرض فغشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتا الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساعر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزق ذو القوة المتين فإن للذين غلموا أنغبا مثل أنغب أصعابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يوم هم الذي يوعدون واضطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافيع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوب يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون إصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سماء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتيهم ربهم فوقيهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرور مصفوفة وسوّجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل مرء بما كسب وهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغ فيها ولا تاثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتسالون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وبقينا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرعيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم قاغون أم يقولون تقبله بل لا يؤمنون فليأتوا بعديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المزيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثطلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبعان الله أما يشركون فإن يروا كسفا من السماء ساقط ويقولوا سعاب مغكون فذرهم عتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيء ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بآعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم والنجم إذا هبه ما ظل صاحبكم وما غبه وما ينطق عن الهباء هو إلا وحي يوحي علمه شديد القباة ذو مرة فاستبي وهو بالأفق لعلى ثم مدنا فتدلي فكان قرب قوسين أبدن فأوحي إلى عبده ما أوحي ما كذب الفؤاد ما ري أفتمرونه على ما يريه ولقد رئيه نزلة أخرى عند سدرة المنتهي عندها جنة المابي إذ يغش السدرة ما يغشي ما زيغ البصر وما طغي لقد رئي من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة لخزى ألكم ذكر وله لنفى فلك إلى قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتمها أنتم أنتم أباؤكم ما أنسل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الله وما تهول أنفس فلقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة ولولا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الانتاك وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا العيات الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن قل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى فلله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسن الذين يجتنبون كبير الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ إِمِّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقِيهُ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَبَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى أَعْنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَزِغُ بَعْزِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى بِزْرَ بُخْرَى وَأَلْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعِيَهُ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ لَوْفَى فَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى فَأَنَّهُ هُوَ أَرْحَكَ وَأَبْكَى فَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا فَأَنَّهُ خُلَقَ الزَّوْجَيْنِ ذَكَرَ بَلُمْثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى فَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ لُخْرَى فَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى فَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى فَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا لُولَى وَسَمُودَ فَمَا أَبْقِيَ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوهُمْ أَغْلَمَ وَيَطْغِيَ وَالْمُؤْتَفِكَ تَهْبِيَ فَوَشَّيهَا مَا وَشَّيَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارِكَ هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ لُولَى أَزِفَةِ لَازِفَةِ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةِ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَرْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وأنتم سامدون فاسجدوا لله وعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر فإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكلبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النور فتولى عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خاشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد مندشر مهقعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر ففجرنا الأرب عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر فحملناه على أذات ألباح مدسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تغتناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أغسلنا عليهم ريحا صغصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه نتبعه إنا إذا لفي ظلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب نشر ستعلمون غدا من الكذاب لشير إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطف عقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أغسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أغسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بقشتنا فتماروا بالنذر فلقد رابدوه عن ضيفه فقمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصير سيغزم الجمع ويبلون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى ومر إن المجرمين في ظلال وسعور يوم يسعبون في النار على وجوههم ذوقوا ما استسقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتل الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجأ يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تقغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تغسروا الميزان والأرض وضعها للنام فيها فاكهة والنخل ذات لكمام والحبر العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارز من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشئات في البحر كالعلام فبأي أعلا فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقي وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سيفروا لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يُعْسَلُ عَلَيْكُمَا شُبَاغٌ من نار من حاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وعدة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آلان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خوف مقوم ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان ثلاثاء أثنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش مطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن طوصرة الطعف لم يطمثهن إنس قبلهم ولاجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإجسان إلا الإجسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مذهام متان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نواقتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورة في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولاجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على غفرف خور مع بقري غسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فباوت اسم ربك بالجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاربه خافضة رافعة إذا عجت الأرض رجا وبست الجبال بثا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصعاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم هلة من الأولين وقليل من الآخرين على سور موبونة متكئين عليها متقابلين يقوف عليهم ملدان مقلبون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا يوزكون وفاكهة مما يتخيرون ولعم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المتنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغضا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في صدر مخود وقلح منغود وول ممدود وماء مسكوب وفاكهة كهيغة لا مقطوعة ولا ممنوع وفوش مرفوع إن أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عوبا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وغل من يحموم لا بارد ولا تريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنف العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون وآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقوة يوم معلوم ثم إنكم أيها الظولون المكربون لآكلون من شجر من زقون فمالئون منها البطون فشارفون عليه من الحمين فشارفون شعب الدين هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون ففريتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموتى وما نحن بمسبوقين على أن نبذل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفريتم ما تحرثون أأنتم تزغعونه أم نحن الزارعون لو نشاء نجعلناه حطاما فولتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن معظومون أفريتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفريتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بموقع النجوم فإنه لقسم لو تعلمون عوين إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهغون تنزيل من رب العالمين أفبها للحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنغرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الظلئين فنزل من حميم وتصلية جعيم إن هذا له حق اليقين فسبج باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والواهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استغي على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمر يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بلاد الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجرا كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لغوش رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستغي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسن والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرب الله قربا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يومة والمؤمنين والمؤمنات يسعى مرهم بين أيديهم وبأيمانهم مشريكم مشريكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم في يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا مغرون أن اقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فاغرب بينهم بسؤر له باب باطله فيه الرحمة ووهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بل ولكنكم فتنتم فتنتم أنفسكم وتعبستم واغتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله العرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأباكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأني للذين آمنوا أن تغشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من العق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقال فقال عليهم والأمد فقست قلوبهم وكثيرا منهم فاسقون اعلموا أن الله يعي الآن وبعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرأوا الله قوضا حسني وعف لهم لهم ولهم أجر كريم فالذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصدقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكيابوا بآيات هؤلئك أقعاب الجزين اعلموا أنما العيات الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتريه فتريه مشفرا ثم يكون عطما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورغمان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها تعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فعل الله يؤتيه من يشاء والله الفعل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرؤها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتيكم والله لا يعب كل مقتال بصور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل فمن يتول فإن الله هو الغني العميد لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من من ينصره ورسله بالغيد إن الله قريء عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريته من نبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم بغسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجل وجعلنا ما في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا إلا ابتغاء رغبان الله فما رأوها عقر عيدها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم ودسير منهم فاسقون يا أيها الذين اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا نورا تمشون به ويغفر لكم الله رفوه لألا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فول الله وأن الفول وأن الفول بيد الله يؤتيه من يشاء والله الفول العظيم